ترأس المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أعمال الاجتماع التنسيقي التشاوري للمجموعة البرلمانية العربية بالاتحاد العربي الدولي وخلال الاجتماع تناولت الوفود العربية المشاركة سبل تنسيق الرؤى والمواقف تجه القضايا المطروحة كما تناولت بحث دعم مرشحي المجموعة العربية لشغل المناصب الشاغرة بأجهزة ولجاني للتحاد واعترافا من المجموعة العربية بدور شعبة البرلمانية المصرية التاريخي والرائد والتي تبنت المجموعة فيه بالإجماع قرارا بدعم طلب مجلس النواب المصري لاستضافة مصر المكتب الإقليمي للاتحاد البرلماني الدولي الذي سيعد الأول من نواهي إقليميا وهو ما يمثل نجحا مشهودا للدبلوماسية البرلمانية المصرية في محيطها الإقليمي والعالمي